حياكم الله مشاهدين في حوار المساء سجلت العباء الوظيفية المرتبة الأولى في قائمة معاناة المعلمين وكانت أقوى الأسباب زيادة نصاب الحصص بنسبة 71 بنمية وتأتي هذه الزيادة في نصاب الحصص إثر قرار في زيادة حصص اليوم الدراسي ليصل بذلك نصيب المعلم من الحصص من 20 إلى 24 حصة أسبوعيا هذه الزيادة لا تؤثر على المعلم فقط بل تؤثر أيضا على الطالب نحن اليوم نقف على هذا الموضوع ويكون معنا إن شاء الله دكتور سالم طنجي خبير التربوي أحيك الله صلى الله عليه وسلم الله يحيكم وسأكم الله بالخير الله حظك يا رب طبعا ما ننخوض إن شاء الله في الموضوع لكن بعد تقرير مفصل عن الموضوع إذا مشاهدينا إلى هذا التقرير تحرص وزارة التربية والتعليم في الإمارات على الارتقاء بقطاع التعليم بكافة مكوناته وأبعاده وقالت الوزارة إن عدد الأيام الدراسية في الدول المتقدمة يبلغ 175 يوما مضيفة أنها زادت عدد ساعات اليوم الدراسي إلى 170 يوما بدءا من العام الدراسي المقبل ليصل بذلك نصيب المعلم من الحصص من 20 إلى 24 حصة أسبوعيا توزع حسب اليوم الدراسي بعد أن كان في السابق من 18 إلى 20 حصة هذا القرار أثار جدلا واسعا في الأوساط التربوية والتعليمية وأشارت هذه الأوساط إلى أن هذا الأمر سيسبب إرهاقا للمعلم نتيجة كثرة الأعباء المنوطة به إضافة إلى أن طول اليوم الدراسي ستوقعه تحت ضغط نفسي بشكل كبير وكذلك إن طول اليوم الدراسي سوف يصيب الطالب بالملل والإرهاق كون الطالب يتلقى مواد علمية طول اليوم قطاع التعليم شهد بعد قيام الاتحاد طفرات متلاحقة والعملية التربوية تحتاج إلى إصلاح شامل مستمر بجميع أبعادها بدءا بالمعلم، مرورا بالطالب، وانتهاءا بالمناهج الدراسية والبيئة التعليمية وذلك من خلال خطط استراتيجية واضحة المعالم لإعادة صياغ الكطاع وفق آلية تصنع جيل المعرفة رحب فيك مرة ثانية دكتور سالم طبعاً نحن اليوم نتكلم عن التعليم وهذا موضوع هام جداً لأنه المستقبل طبعاً يقف كله خلف التعليم فبدايةً إذا حبينا نعرف حالة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة هل نحن في تطور أو نحن في محل أكثر؟ هو بالنسبة للتعليم طبعاً هناك جهود كبيرة جداً قائمة فيها المؤسسة التعليمية اللي هي وزارة التاريخ والتعليم طبعاً اللي رفع سوية التعليم في الإمارات ما في نحن عندنا الآن على مستوى دول الخليجة ودول المستعاون نظام تعليمي نموذج ناخذه بحيث أنه يكون لنا نمشي عليه ولكن كل دولة تبدل جهد كبير جداً لتطوير التعليم الدولة هنا من بدايات الاتحاد وهي قامت بجهد كبير جداً في إصلاح وتطوير التعليم وتحسين مخرجات التعليم دائماً نحن نلوم مخرجات التعليم دائماً نقول لك الطالب هو المخرج صحيح لما يتخرج مثل العامة أنت تحكم على هذا الطالب طبعاً هل هو قوي مثلاً في اللغة العربية؟ هل هو قوي في اللغة الإنغنية؟ هل هو قوي في المواد الأساسية العلمية؟ هنا لما تعمل مقارنات أو لما يدخلون طلاب الإمارات في المسابقات العالمية بالنسبة له المواد يبين ترتيب التعليم أو ترتيب الدولة في هذا المجال لا شك يعني أن الآن الإمارات لديها خطة ولديها رؤية التي هي رؤية عشرين وعشرين صحيح سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راهد آل مكتوم يعني دائماً يركز على تطوير وتحسين الخدمات في الدولة رؤية الإمارات عشرين وعشرين أن تكون الإمارات من ضمن أفضل دول العالم طبعاً وفي الخدمات طبعاً من ضمن الخدمات اللي هو التعليم صحيح فالتعليم يعني أنا أقول تحدي كبير للدول بوجه عام وزارة التربية الآن تبذل جهود كبيرة جداً لرفع مستوى تعليمي طبعاً مستوى تعليم وهناك تحسين في كل المجالات ولكن نحن علشان نرى الأثر التعليمي نحتاج إلى سنوات طبعاً يعني كثير من الدول ما توصل إلى مستويات عالمية جداً إلا بعد سنين طويلة جداً نحن لما نقارن دولة الإمارات الآن بالدول الثانية عمرها 43 سنة يعني عمر صغير مقارنة صحيح مناسبة طبعاً نعم بالدول الأخرى المتقدمة فالتعليم هم هم قادة هم وطن هم مجتمع هم ولي أمر هم كل الناس لأن موابتك للتطوير هو الأساس طبعاً تعليم نعم مخرجاتك للتعليم صحيح منافستك في سوق العمل من طريق التعليم طبعاً فعشان أحسن مخرجات التعليم أنا محتاج إلى تضافر جهود محتاج أني أعمل كفريق عمل محتاج أيضاً أني أنا أشوف التجارب الدول الثانية أشوف اللي ناسب بيئة الإمارات على طاري هذا الكلام طبعاً نحن نحن نصلنا أيضاً هناك كان استشهاد من الوزير بدولة مثل سنغافورة وعملية التعليم فيها عندما زيدت عدد الحصص على المعلمين وبالتالي تزيد على الطلبة هذا الاستشهاد في سنغافورة هل يتناسب مع دولة الإمارات أو أنه يختلف عنها من ناحية الحياة الاجتماعية من ناحية الجو من ناحية التعليم من ناحية أيضاً المنهاج المدرس العديد من الأشياء هو أشوف أنت هنا في عندك بيئتين مختلفتين تعليم في سنغافورة من الأنظمة التعليمية المتطورة تعتبر الآن حتى الأنظمة الإدارية فيها متطورة جميل لما في كثير من الدول يطلعون على النظام وتجربة سنغافورة أيضاً في العمل ومؤشرة الأداء يحصرون أن هناك في قفزات كبيرة جداً حتى في الأداء الوظيفة بالنسبة لهم النظام التعليمي لما نقول نحن كقارة آسيا هناك مجموعة من الأنظمة تعتبر راقية جداً سنغافورة من ضمن الدول المتقدمة ومتطورة في التعليم بالإضافة إلى كوريا وليابان ونيوزيلندا كلها نظم متطورة لكن البيئة في سنغافورة وكل ما تحتوي من أسرة من دعم من نظام تعليمي من رواة تختلف كلياً عن بيئة الإمارات بيئة الإمارات مثل ما نقول نحن دولة ناشئة لكن هناك دعم من القيادة لكن كثقافة نحن إلى الآن كيف ننظر للتعليم نحتاج نحتاج الكثير بعدنا نحتاج إلى جهود كبيرة جداً نحتاج إلى تغيير أيضاً في النظام ونحتاج أيضاً الآن مثل عسبي المثال الآن نحن عندنا مشكلة أو تحدي في إيجاد العنصر المواطن من الذكور في التعليم و مع هذا اللقاء يصير طبعاً يهربون الشباب يعني المعلمين الآخرين يهربون فما بالك في المواطن طبعاً مع شغلاتها طب إذا الحين أحاول شوي أركز على ما تناولتها الصحف خصوصاً بعملية الزيادة هي 71 بـ 124 حصة فإذا تكلمنا على تأثيرها عدد الحصص الزائد هذا هذا يؤثر على استيعاب الطالب هو شوف أنا أعتقد أن وزارة التربية لابد أنها تزيد الحصص على أساس أنه في معدلات عالمية بالنسبة لأيام التمدرس كما يطلق عليها أنه في كل دولة لابد يكون كذا يوم على مدار السنة لكن بالنسبة لرفع المستوى التحصيلي هذا شيء ثاني أداة الوزارة في هذا الشيء المعلم هو الذي حجر الزاوية لأن يرفع مستوى التحصيل عند الطلاب طيب المعلم هذا أنا علشان أجعل منه وصلني إلى مستوى عالية من رفع مستوى التحصيل يحتاج إلى تدريب طبعا وراحة أيضا يحتاج إلى تنمية ودعم طبعا يحتاج إلى دعم يحتاج إلى تحفيز يحتاج إلى راتب مقارنة بدول ثانية وراتب عالي يعني مثلا اليابان من أعلى الرواتب في التعليم في اليابان في الوظائف ألمانيا لما سؤلت رئيسة الحكومة الألمانية الآن مير كرب على أساس زيادة الرواتب لبعض الوظائف قلت لهم أنا ما أقدر أقاننكم بالناس اللي أعلموكم وبالتالي هذولا تبذل جهد أكبر من أي وظيفة ثانية فنحن نقول التعليم مهنة ورسالة سامية لكن تحتاج إلى منظومة تتناسب مع هذا العصر جميل الآن نحن عندنا مشكلة نقص في المعلمين صحيح أن زيادة الحصص ممكن يكون له دور لكن الأسرة له دور طبعا الأب له دور طيب إذا كانت الأم معلمة بيكون عندني أنا مشكلة صحيح لأن من الذي يذاكر من الذي يتابع من الذي يشوف مستوى الطالب أو يقيم مستوى الطالب يعني نفهم ذلك أن أداء المعلم سيتأثر بشكل كبير في طبيعة الحال الموجودة حاليا هو لابد أن أداء المعلم يتناغم مع هذه المرحلة لذلك أنا أقول مشكلة التحصيل الدراثية هو الآن أغلب المدارس سواء في قطاع عام أو قطاع خاص تتسابق لتطوير وتحسين المستوى التحصيل للطلاب فمستوى تحصيل الطلاب كيف أنا أرفعه يعني الأساليب المستخدمة الآن فيها شيء أو فيها أساليب تنفر الطالب لكن نحن لما نقارب مثلا أو نعمل إحصائية على المستوى كم طالب عندنا في الإمارات يحب الرياضيات أو كم طالب عندنا يحب المواد الألمية نلقاهم قلة صحيح الكل يكره هذا الشيء فهذه مشكلة أني أنا كمعلم ما حبب الطالب في هذا يعني الآن نتكلم عن المجتمع الطالب يعاني والمعلم يعاني أيضا وإذن لن تنجح العملية التعليمية إذا ما كنا في صياق هذا الحديث تحتاج إلى تضافر جهود صحيح طب الآن أيضا تذكرت أن هناك نقص في عدد المعلمين وهناك نفور أيضا من الشباب المواطنين إلى الدخول في هذا المجال وسرك التعليم طبعا فنحن وزيادة حصاص قلنا سيكون هناك نفور آخر من بعض المعلمين وبالتالي نقص سيكون زيادة هل ممكن يؤدي هذا الموضوع إلى استقالة بعض المعلمين أكيد طبعا وفي كثير من المعلمين قدموا استقالاتهم وفي كثير منهم تركوا خاصة اللي عندهم غبرات دائما نقول المؤسسات الناجحة اللي تحتفظ بالكوادر اللي موجودة عندها وتنميها طبعا وتنميها وتطورها مع هذا توجه أو الرؤية اللي تريد توصلها لكن لما نرى أن هناك في دوران وظيفي ترك انتقال لوظائف ثانية استقالات انهاء خدمات هنا يعطينا مؤشر يحتاج إلى إعادة نظر نعم فنحن عندنا الآن مشكلة في نقص الذكور طيب كيف نحلها؟ أنا أذكر السنة الماضية كان في ملتقى عن تطوير الخدمات التعليمية وأتكلم بكثير أخوان نريد توصلوا الرسالة للوزارة قبل ما يبدأ العام الدراسي هذه السنة جميل الآن في مشكلة كيف الوزارة بتواجه هذه المشكلة نعم فهو تحدي حتى عمام الوزارة الآن لأنه ما راح يطور التعليم إلا أبناء طبعا إلا أبناء البلد لأن المعلم الواطن لما يتكلم مع طالب مواطن في لغة في سلوك في روح في تناغم في إحساس في معرفة بالشخص معرفة بعائلته معرفة توصيل تربط اجتماع ممكن في قيم معينة تربطهم مع بعض فالتأثير يكون أكثر نحن لا نقلل من جهود أخواننا العرب الموجودين درسوا عندنا وما زالوا موجودين عندنا لكن بعض الأحيان المعلم العربي يوصل إلى مرحلة معينة يترك حساس أنه يرجع لبلاده طيب من البديل كيف تحل مشكلة البديل فزيادة الحصص ليست الحل السحري لرفع المستوى التحصيلي أنا عرف أن هناك طلاب على الحصص الرابع مرة يبندون ما نقولها بالعربي يبندون ما عندها قدرة على الاستعافة ما زالنا نضيف لها حصص زيادة في أكثر من يوم وفي بعض الطلاب أيضا يعرفون اليوم في سبع حصص ما يروح المدرسة أو يهربون نحن نريد أن نعرف كيف طلعت مثل هذه القرارات بدون أخذ كل هذه الأمور بعيني الاعتبار نحن بالنسبة لآلية القرار أنا لدي فكرة عن آلية القرار التي اتخذت لكن أنا كنت في حديث مع الأخوة من بعض الأساتذة التي عاش في أمريكا يقول المدارس في أمريكا الأنشطة التي تنفذ المدرسة هي التي تجذب الطلاب أكثر هي التي تحبب الطلاب للتعليم نحن الأنشطة البيئة تختلف قلنا الجو حار ما هي حصة رياضة أصلا خلاص في الجو هذا ما يطلع المساكين حصة رياضة طبعا كان الطلاب يتحافتون عليها لذلك أنا كيف أيضا أشوف هوايات الطلاب وكيف أنا أجعل كل طالب يروح في هواية معينة فهي مدارس معينة كل دارة اللي يستخدمها كل واحد يستخدم طريق معينة لكن إذا وظفت الأنشطة الطلابية ممكن تساعد على أسن رفع مستوى الطلاب لأن الطالب إذا يجلس ست حصص وأربعة يوصل لمرحلة من الملل وبالتالي يحتاج أن يكسر هذا الروتين اللي جالس عليه على طول اليوم المعلم أيضا إذا كان عدد النصاب عنده ست حصص مثلا في اليوم يصبح مشكلة عنده صحيح يكون عندها رهاق كبير جدا يكون عنده طاقة راح تستنفذ عندها ما يحس بالتعليم ومعاناة المعلم إلا من قام بالتعليم أيضا الأمهات اللي يدرسون يكون هناك تأخير عليهم في الحضور في فترة المسائية تأخير أيضا على طلاب على أبنائهم مراجعة أبنائهم و متابعة طلاب أيضا يؤثر على المشاكل و يؤدي إلى مشاكل أسرية بينهم في بيوتهم و مع أزواجهم وبالتالي أنا أعتقد أن تحتاج إلى إعادة نظر طبعا نحن طبعا للأسف وصلنا لنهاية هذه الفقرة نحن نشكرك على تواجدك معنا و السمحة منك كان نريد أن نأخذ أكثر و نستفيد في الموضوع لكن طبعا لا ساعتنا الوقت شكنا لك الله يحييك هم التعليم على الفكرة يعني هي كثيرة هذا هو هم صراحة الأكبر على سعادة وزير التعليم طبعا نتمنى الله يوفق إن شاء الله إن شاء الله طبعا و نتمنى أيضا أن هذا القرار يكون مأقد له ملابساته و تعريف أيضا المعلمين بأهمية هذا القرار حتى لو أنه قرر في فترة بسيطة ممكن يستخدم يختبر في آخر السنة نحن طبعا هو دائما أي قرار أنت إذا تهيئ له و تشرك الموجديين معاك يكون دائما نصيب النجاح لكن إذا يفرض عليهم هنا يصير في مقاومة لهذا القرار صحيح إن شاء الله شكرا لك العفو إذا نشكر الدكتور سالم طنيجي الخبير التربوي كنا معكم في حوار المساء نترككم الآن مع الفاصل و نعود بعد قليل مع مساء الإمامات